اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سوقوا تعال نسمع مع بعض ونشوف سؤال الحلقة انجيل برنابة هو الانجيل الصحيح فليه بتنكروه انجيل برنابة ده ما ينفعش معاه حلقة ثلاث دقائق لكن هنحاول نقول المفيد رغم انه اتقتل بحث ورد النسخة الاصلية من الانجيل ده ظهرت سنة 1709 ميلاديا باللغة الايطالية عند راجل اسمه كرامر كان مستشار لملك بروسيا اهداها الملك للامير اوجين سافوي اللي حطها في مكتبة فيينا سنة 1838 ميلاديا وهي موجودة هناك لحد دلوقتي بيقول الدكتور جورج سايل العلامة الانجليزي في ترجمته الانجليزية للقرآن انه وجد نسخة من انجيل برنابة المزور باللغة الاسبانية معصرة للاتينية مكتوبة بواسطة شخص يدعى مصطفى العرندي بيقول انه ترجمها عن الاصل الايطالي وانه المعروف طبعا ان الانجيل اللي كتبها اتباع المسيح اتكتبت باللغة اليونانية مش الايطالية بيستشد بيه اخواتي المسلمين للأسف لانه في بعض التشابه مع القرآن على الرغم من انه هو نفسه بيعارض القرآن نفسه في امور كتيرة مش ما كان هنا كمان مجاش في اي مخطوطة من المخطوطات القديمة للكتاب المؤدس اللي بيرجع تاريخها الى ما قبل الاسلام خد عندك بقى واحدة او وجود اخطاء تاريخية كتير جدا فمثلا في اصحاح 30 يقول انه في وقت ولادة المسيح كان بيلاتوس والي على اليهودية وده خطأ تاريخي فادح لان بيلاتوس ما كانش والي في زمن ولادة المسيح لكن كان في زمن صلب المسيح ومدة ولايته كانت من سنة 26 تقريبا لسنة 36 كمان في اخطاء جغرافية كتيرة مثلا في صحة 19 وعشرين بيقول ان الناصرة وقرشالين موانع على البحر وده خطأ فضيع فالكل يعرف ان الناصرة مدينة في السهول الشمالية في ارض فلسطين ومش على البحر وقرشالين واللي هي مدينة القدس تقع على الجبل في وسط فلسطين مش على البحر للأسف وقتنا مش هيكفي اسرد كل الاخطاء اللي موجودة في هذا الانجيل المزور وهي كتير جدا عشان كده اشجعك عزي المشاهد ارجع ودرس كويس الموضوع وهتكتشف بنفسك الحقيقة عزي المشاهد فكر في اللي قولناه وارجع زي ما قولك ودرس وبعطلنا سألتك ايا كانت عشان برنامجنا اسمه اسألوا ولا انت سوقه اشتركوا في القناة